موسيقى وزيرة التجارة والتموين تؤكد دعمها لولاية شرق دارفور بتنظيم تجارة الحدود وزير شؤون مجلس الوزراء يدد حرصه على تعزيز التعاون التجاري مع مصر مصر في الدليمارك يوافق على دفع ملياري دولار على خلفية تهمة الاحتيال على واشنطن المشاهدون الأفاضل عبر قناة سوداني 24 ومستمعوا إذاعة سودانية 24 على الموجة 93.6 FM مرحبا بكم في الحدث الاقتصادي ونقدم في انخلاله أخبار اقتصادية اتحادية ويلائية لجانب أبرز الأخبار الاقتصادية الإقليمية والعالمية أكدت وزيرة التجارة والتموين آمان صالح دعمها ومساندتها لولاية شرق دارفور في توقيع الاتفاقية الخاصة بتنظيم تجارة الحدود والتي تقنن العمل وتأتي مردود إيجابي على الولاية وعلى الإيرادات العامة للدولة وأشارت وزيرة التجارة لدى لقائها اليوم ولشرق دارفور محمد آدم عبد الرحمن إلى وجود معابرة مرسومة أصلا ومعتمدة من دعوين الحكم الاتحادي كجهة رسمية منوط بها هذا الأمر وقالت آمان صالح إن الوزارة ستقوم بدورها بمد يد العون لشرق دارفور ومن جانبه قدم والي شرق دارفور شرحا عن تحديدات ولايته من البضايع المهربة الأدوية والخمور وفي ظل هذا التبادل التجاري الذي تنقصه الضوابط المنظمة للتجارة اختتمت اليوم فعاليات ورشة تجارة العبور التي نظمها برنامج الإطار المتكامل المعزز بوزارة التجارة والتموين بالتعاون مع وزارة النقل وأصدر التوصياتها وقدمت في الورشة عدد من أوراق العمل على تجارة العبور ورقة عن تجارب بعض الدول الناجحة في مجال الترانزيل وما تقدمه من خدمات اللوجستية وتسهيلات لعبور السلع عبر أراضيها حتى تنافس الدول الأخرى في تجارة العبور وتضمنت التوصيات تشجيع تجارة العبور عبر كل المنافذ والمناطق الحرة وتفعيل الشراكات الذكية بين القطاعين الخاص والعام وإعطاء المزيد من الاهتمام بتأهيل الموانئ السودانية وإنشاء موانئ محورية على طول الساحل على البحر الأحمر لتنافس نظيراتها من الدول الأخرى لتلعب دورا بارزا في تجارة العبور والعمل على زيادة مساهمتها في التجارة الإقليمية والعالمية التقى وزير شؤون مجلس الوزراء دكتور عثمان حسين عثمان اليوم سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان هاني صلاح وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء على متانة وتميز العلاقات المصرية السودانية مجددا حرص السودان على تعزيزها في كافة أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والدفع في اتجاه تنفيذ كل مشروعات التعاون الثنائي والاستمرار في هذا التعاون بما يسهم في توطيذ أواصل الأخوة والمحبة بين الشعبي واد النيل متمنيا للسفير هاني صلاح التوفيق في أداء مهام منصبه الجديد من جانبه أعرب السفير هاني صلاح عن تطلع الجان المصري في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشعيقين والمضي قدما في تنفيذ المشروعات الثنائية الاستراتيجية خاصة في مجالي الرابط الكهربائي والسكة الحديد أعلنت وزارة الصحة الاتحادية التزامها بالعمل على حل قضية سوء التغذية بالبلاد وتحسين مؤشرات التغذية المحلية والعالمية عبر تعزيز وتطوير النظام القومي للمعلومات الصحية والغذائية وضمان احتوائه على مؤشرات تتبع تغطية جودة إجراءات التغذية الأساسية وتعزيز وتطوير قدرات القطاعات المختلفة من خلال تحديد التدخلات والأولويات من قبل جميع القطاعات التغذوية القائمة على الأدلة والبراهين وذلك لوضع خطة التغذية القومية متعددة للقطاعات لفترة من 20-23 إلى 20-27 وقالت مديرة برنامج حركة النهوض بالتغذية بالوزارة دكتور نجلع عثمان خضر إن الورشة تهدف لتقويم وتوسيع برامج التواصل من أجل تغيير السلوك الاجتماعي لتعزيز النظم الغذائية الصحية بتكوين خطة قومية للتغذية متعددة للقطاعات قائمة على الأدلة ومعتمدة أو معتمدة من جميع الوزارات التنفيذية ذات الصلاح قال الأمير العام المكلف لمنظمة الدعوة الإسلامية موسى المكور إن المجتمع السوداني هو المتضرر الأكبر من إيقاف نشاط المنظمة بدولة المقر مبينا أنها تكفل 25 ألف طفل يتيم وأشار كور إلى شروع المنظمة في تدخل الإنساني لإغاثة النازحين منطقتين ملوت وفشودة بأعالي النيل بجمهورية جنوب السودان وأوضح أن المنظمة تعمل بتنسيق تام مع السلطات في جنوب السودان وتستند إلى معلوماتها الرسمية حيث تستهدف المنظمة بمساعداتها أكثر من 30 ألف أسرة نزحت جراء النزاع القبلي وأكد كور تواصل المنظمة مع سلطات دولة المقر في السودان واستعدادهم كذلك للعمل بما يمكنهم من تقديم خدماتهم للمستفيدين من أعمال المنظمة والذين تضرروا من توقفها خاصة اليتامة والمشردين والشرائح الضعيفة بعد الفاصل الأخبار اقتصادية ولئية مرحبا بكم في الأخبار الاقتصادية الولئية ناقشت اللجنة الفنية في اجتماعها اليوم بالدمازين مقترحات موازنة الوزارات والهيئات والمحافظات بالإقليم وأكد مدير عام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بإقليم النير الأزلق رئيس اللجنة جمال أحبط صالح أن اللجانة الفنية أنهت صياغة مقترحاتها لموازنة العام المالي عشرين ثلاثة وعشرين رفقا للخطط والموجهات ومراعاة المبادئ المتمثلة في الواقعية والمرونة والاتزان وشيوع الإرادات مع مراعاة تحقيق أهداف الموازنة العامة واستحاب المتغيرات كافة خاصة تلك المتمثلة في جانب المكاسم الحقيقية للإقليم والتي جاءت بها اتفاقية جوبا وبرتكول الحكم الذاتي والتي خطط فيها الوزارة خطوات جادة لجني ثمارها وقال مدير عام وزارة المالية أن اللجنة الفنية أعدت المقترحات بعد الجلوس التشاؤر مع إدارة الوزارة كافة في وفق ذلك الموجهات العامة الموازنة الاتحادية والولائية إضافة لتوصيات المرحلة المقبلة وأعرب عن أمله أن تلبي الموازنة تقديم خدمات أفضل لمواطن الإقليم وقف والي ولاية النير الأبيض عمر الخليفة على سير العمل في محطة مياه مدينة ربكة الجديدة المدمجة وأكد والي النير الأبيض اهتمام حكومته بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وقال إن محطة مياه مدينة ربك ستكون إضافة حقيقية لحل مشكلة المياه بمدينة ربك وأن المحطة ستنتج خمسة ألاف متر مكعب في اليوم لكلفة إجمالية قدرها مليار ومئتان وسبعون مليون جنيه وأن نسبة التنفيذ في هذه المحطة بلغ خمسة وثلاثين بالمئة أوجه الوالي إلى هيئة مياه الشرب بوضع دراسة للخط الناقل لمياه المحطة من أجل توفير الإمداد المائي للأحياء الشرقية لمدينة ربك وشيرا إلى أن موازنة عشرين ثلاثة وعشرين اعتمدت إكمال ما تبقى من الأعمال المدنية والكهربائية لمحطة مياه مدينة الدويم من قبل الوزارة المالية الاتحادية مؤكدا أن العمل يجري لإكمال خط الكهرباء لمحطة مياه أم كتيرات بتندلتي بالإضافة لاحتمال العمل في محطة مياه والدشيخ موسى بمحلية أمرمتة كما تم توصيل عدد من محطات المياه والأبار بالطاقة الشمسية دشن والي البحر الأحمر فتحل الحاج أحمد اليوم انطلاقة الحملة الكبرى لإصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض الذباب والبعوض لتعزيز الجهود المتواصلة في هذا المجال وأوضح الوالي أن انطلاقة الحملة تعد إضافة حقيقية للجهد المتواصل في مجال إصحاح البيئة وحماية الصحة العامة من أجل مجتمع متعافى مبينا أن أعمال الرش الجوي ستبدأ بعد حملات الرش الأرضي مناشدنا الشركاء ومنظمات المجتمع المدني لتكثيف أعمال إصحاح البيئة والتصدي لطوارئ الخريف من جانبه شدد دكتور إبراهيم ملك الناصر المدير العام لقطاع الصحة بالولاية على ضرورة مشاركة المجتمع بصورة فاعلة في مجال إصحاح البيئة ومكافحة الذباب البعوض لاحتواء أثار الخريف والحفاظ على صحة المجتمع بحث مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة عاطف محمد إبراهيم أبو شوك لدى ترأسه اليوم الاجتماع المشترك الذي ضم إدارات الجمارك والمواصفات والمقاييس والتجارة الخارجية والحجر الزراعي والبيطاري بحث السبل الكفيلة لتفعيل مكتب التجارة الخارجية بالميناء الجاف والحظيرة الجمركية الشرق مدني وشدد مدير عام المالية على ضرورة تفعيل النافذة الواحدة بالميناء الجاف والتواجد المستمر لكل الجهاد ذات الصلة وتسهيل عمل المصدرين والمستوردين معلنا انطلاق العمل بالميناء الجاف بصورته الجديدة مطلع يناير 2023 وقال إن الجزيرة رائدة في منتجات الصادر خاصة الصادرات الزراعية والبستانية وإن تفعيل الميناء الجاف يمثل مصدر دعم الاقتصاد الوطني والولايي ومن جانبهم أمل المجتمعون على تسخير الامكانيات كافة لإنجاح العمل بالميناء الجاف والحظيرة الجمركية بالولايات قام فرع الهيئة السوداني المواصفات المقاييس بولايات القرطوم ومباحث ونيابة حماية المستهلك وجهاز المخابرات العامة بحملة مشتركة على عشرين مصنعا للحديد الفولاذ وأسفلت الحملة عن ضبط 3545 طن مخالفا تقدر قيمتها بثلاثة مليارات جنيه السوداني شملت المخالفات القطر الأسمى وتم حجز هذه الكميات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالت تلك المصانع المخالفة بواسطة النيابة وأكد مدير فرع الهيئة بولايات القرطوم دكتور عوض الكريم الحاج حرصهم على حماية المستهلك والاقتصاد الوطني وطالب المصنعين في مجال الصناعة حديد التسليح ومواد منشآت البناء بالتقيدي بالمواصفات والاشتراطات والمعايير الفنية في الصناعتهم مشددا على عدم التساهل في تطبيق هذه المعايير مشيدا بجهود فرق التفتيش الفنية بالهيئة ومنسوبي مباحث ونيابة المستهلك وجهاز المخابرات بعد الفاصل أخبار اقتصادية إقليمية مرحبا بكم في الأخبار الاقتصادية الإقليمية أصدرت وزارة التجارة السعودية 509 سجلات تجارية لنشاط انتاج الأحجار الكريمة وشبه الكريمة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وأوضحت الوزارة أن إجمالي السجلات القائمة للنشاط انتاج الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة بلغ 79 سجلا تجاريا فيما بلغ إجمالي السجلات القائمة لنشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة 430 سجلا تجاريا وحثت الوزارة المستهلكين عند شراء الذهب والمجوهرات على التأكد من وجود عبارة الذهب على القطعة ووجود علامة دمغة التاجر أو الصائغ على القطعة فضلا عن التحقق من وزن القطعة على ميزان حساس والتأكد من الحصول على فاتولة مخطومة من البايع تتضمن ثمن وتفاصيل القطعة المشترى بكتابة وزن الجرامي والوزن الإجمالي وفي سياق آخر تسلبت شركة لوتفاين كيميكال أولى شحنة تجارية في العالم من الأمونيا النظيفة الزرقاء الحاصلة على اعتماد مستقل والتي كانت قد أرسلتها الشركتات السابكة للمغذيات الزراعية وأرامكو السعودية حيث بلغ حجم الشحنة 25 ألف طن متري وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن النملكة تهدف من خلال التعاون بين السابك وأرامكو السعودية في هذا المجال إلى أن تصبح أكبر مصدر في العالم لمنتجات الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030 مشيرا إلى أن لدى المملكة احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة متجددة وفيرة تعزز قدرتها على إنتاج الهيدروجين النظيف بكلفة تنافسية تيسر تحويله بعد ذلك إلى أمونيا قالت مديرة الأمن العام الأردني إن حركة الشحن البري استؤنفت لفاعلية على الطرق الواصلة ما بين العقبة إلى مختلف المحافظات في البلاد وقالت المديرية إن عددا كبيرا من الشاحنات عادت للعمل اعتبارا من صباح اليوم بين محافظات المملكة ومن وإلى العقبة وإشارت مديرة الأمن الأردني لأن مجلس النواب سيعقد اليوم اجتماعا مغلقا بين لجنة السياحة والأثار والخدمات العامة النيابية وزارة الطاقة والنقل والمالية للحوار حول أزمة النقل يشار إلى أن الأردن شيد اضطرابا واسعا لسائقي الشاحنات على خلفية رفع أسعار الديزل وتوسع الإضراب إلى مجمعات رئيسية لحافلات النقل العام وأصحاب سيارات التاكسي الصفراء في العاصمة أكد وزير العمل وشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي وجود مليون عامل أجنبية غير مرخصة في العراق وأشار الوزير إلى أن تنظيم العمالة الأجنبية سيوفر مئات الألاف من فرص العمل للعراقيين الذين يعانون البطالة وأكد وزير العمل العراقي عن قرب تطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة عشرين خمسة عشر الذي فرض على صاحب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل الأجنبي مع استحصال الرسوم والضرائب من العمالة الأجنبية في خطوة تهدف لتقليص البطالة وتنشيط القطاع الخاص المحلي هذا وكشفت وزارة التخطيط العراقية عن ارتفاع نسبة البطالة بين العراقيين إلى 16.5% في عام 2021 فيما كانت 14% في عام 2020 حيث شهد العراق حينها إغلاقا تجاريا بسبب جائحة كورونا ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم بعد أن رفعت بيانات التضخم الأمريكي الأقل حدة التوقعات بأن المركز الأمريكي سيبطئ من وثيرة رفع أسعار الفائدة وزاد المؤشر السعودي 1.6% وهو في طريقه لمواصلة مكاسب من الجسد السابقة عندما تعافى من أدنى مستوى في 20 شهرا واتلقت دعم اليوم من ارتفاع نسبته 2.7% في سهم مصر فراجحي وقالت لزارة المالية القطرية أن الفائضة في ميزانية قطر بلغ 30 مليار ريال في الربع الثالث من 20-22 بفضل زيادة عائدات النفط والغاز كما تراجعت أسعار النفط وهي محفز الرئيسي لأسواق المال في الخليج بعد أن أظهرت بيانات القطاع تراكما مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية بالمخالفة للتوقعات المحليين بانخفاضها إما عزز المخاوف بشأن تراجع الطلب حتى مع تناقص المعروض عالميا أفرت البيانات الرسمية لأسعار المستهلكين في بريطانيا أن تضخم تراجع بأكثر من متوقع في نوفمبر إلى 10.7% عن 11.1% سجلها في أكتوبر الماضي وكانت الأعلى في 41 عاما مما قدم بعض المساحة لبنك انجلترا في وقت يستعد فيه لرفع جديد في أسعار الفائدة وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني جرانت فيتزن إن الأسعار ما زالت ترفع أو ترتفع لكن بأقل مما زاد به في ذاك الوقت من العام الماضي يتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين أن يرتفع بنك انجلترا أسعار الفائدة مجددا عند الخميس من 3% إلى 3.5% رغم يبدو من وصول تضخم لذروتي بما منح الأسر التي تعالي من ضغط هائل القليل فقط من الراحة هذا يحاول بنك انجلترا مكافحة تضخم يزيد كثيرا عن المستهدف وهو 2% وقام برفع أسعار الفائدة بشكل حاد على مدى الأشهر الـ 12 الأخيرة تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإضافة 30 كيانا صينيا إلى اللائحة السوداء للتجارة لمنعها من شراء مكونات الأمريكية ومن المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية لأسبوع الحالي عن قائمة جديدة تشمل أكبر صانع للقائق الذاكرة في الصين وذلك لمنع الموردين الأمريكيين من إرسال مكونات محلية للشركة الصينية دون ترخيص تصدير خاص من وزارة التجارة وكشفت إدارة الرئيس بايدن في أكتوبر الماضي عن مجموعة واسعة من القيود المفروضة على قدرة الصين على شراء أجباه الموصلات ومعدات صناعة الرقائق وكانت الصين أعلنت أمس عن خطط لضخي استثمارات نحو 143 مليار دولار في صناعة الرقائق المحلية في خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أجباه الموصلات ولمواجهة تحركات أمريكية تستهدف إبطاء التقدم التكنولوجي الصيني في ختام الحدث الاقتصادي تذكير بأبرز العنوين وزيرة التجارة والتموين تؤكد دعمها لولاية الشرق دارفور بتنظيم تجارة الحدود وزير شؤون مجلس الوزراء يجدد حرصه على تعزيز التعاون التجاري مع مصر مصر في الدنمارك يوافق على دفع ملياري دولار على خلفية تهمة الاحتيال على واشنطن وصلنا إلى ختام الحدث الاقتصادي حتى موعيد قادمة دمتن سالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر